الحفاظ على رأس مالك هو هدفنا جميع الخدمات والنصائح لا تحترف في مجال العملات الرقمية فرصة عظيمة جوهر الرقمية رح تنطلق بعد 27 يوم هالعملة رح تنطلق على أكثر من منصة عملة واحد شباب اللي دايما بحب أشارككم بمشاريعي الناجحة تابع معي الفيديو للأخير لنحكي عن أهم تفاصيل هاي العملة اسم العملة واحد بالفعل شباب رقم واحد بالعملات الرقمية اللي جذبني لهاي العملة مشروعة المتعدد وطبعا مشروع هاي العملة بيتألف من ثلاث أقسام أول قسم بيتألف لدعم المشاريع وتمويله طبعا المشاريع الضعيفة والقسم الثاني إنشاء سوق لن افتي ورح يكون البيع والشراء بعملة الواحد والقسم الثالث هو الأخير رح يتم إنشاء منصة للتداول وطبعا عملة واحد رح تكون عملة أساسية للمنصة مشروع فعلا متميز أهم ميزات المشروع رح يتم استخدام العملة في الشركات التكلولوجيا يعني أنت استثمارك بهاي العملة رح تكون مستثمر بكتير مشاريع عظيمة وطبعا الفريق حاصل على عدة شهادات معلومات لعملة شباب عدد العملة عشرة مليار فقط عدد مدروس جدا وطبعا العملة رح تنزل على منصة البنك ومنصة البنك اكس وام بعد 27 يوم رح تنزل بسعر 0.08 خارج الطريق أصدقائي مرحلة الاكتتاب ومرحلة إطلاق العملة انتهت وطبعا تم إطلاق العملة بسعر 0.06 اللي حافظوا على هاي العملة لحد الآن ربحانين 25% حاليا نحن عمال مننتظر مرحلة التداول العام عدد القطع أصدقائي مثل ما قلنا عشرة مليار واحد مليار تم بيعة بالبيع الخاص ورح تكون مقفلة ورح تنطرح العملة بالصفر فاصلة صفرين ثمينة والأشخاص اللي مشتريين بالاكتتاب رح يكونوا رابحين رح يطرحوا 2 مليار قطعة فقط بالمنصات 750 مليون قطعة للمؤسسين والممولين رح تكون مقفلة لمدة سنة فريق المشروع بيمتلك 350 مليون فقط شباب اللي جذبني لهي العملة فرصة نادرة بهي الميزات اللي متوفرة بعملة واحدة دايما صديقي انت عميل أبحاثك قبل ما تدخل بأي مشروع وقرارك الاستثمار قرارك الشخصي مثل ما ذكرنا أصدقائي رح يكون فيه منصة للتداول برسوم من خفضة وأيضا مؤسسة واحد بإدارة المشاريع الناجحة وطبعا رسوم التداول بالمنصة رح تروح لتمويل المشروع فعلا هاي العملة بمشروع مزدهر شباب وطبعا الفريق عمالي بيشتغل عليها وطبعا رابط مشروع العملة رح أترك لك إياه بالوصف لتتأكد من كلامي صديقي وإذا بيصعب عليك بشراء العملة اتواصل معي على الرابط اللي بأسفل الفيديو صديقي استغل هاي الفرصة وإذا كدت وصلت معي لنهاية الفيديو ألف تحية وشكر لألك من فريق عالم العملات الرقمية وإلى اللقاء